السلام عليكم ازايكو يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال وحشتون كتير كتير من الفيديو اللي فات فيديو النهاردة هيكون فيديو لسيدة بتاعشق اللون البنك بطريقة رهيبة هنا الغرفة بتاعتها بعد التجديد هي غيرت فيها حاجات وان شاء الله هتشوفوها دي كده تسريحة بسيطة من غرف النوم بتاعتها هنا عايز اقولوكو ان السيدة اللي معنا دي غيرت شوية حاجات وعملت شوية حاجات باديها هي هتشوفو كل ده النهاردة في الفيديو بس بجد فيديو نهاردة اكتر من رائع وبتاعشق اللون البنك فيديو النهاردة في حاجات كتيرة ممكن تاخدي منه افكار كتير لها بس طبعا عايز اقولوكو حطوا لايكات كتير 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 من ايديكم الحلوة دي ولو انت امورة بتشوفوا القناة عندي ياريت تنوروا علاوة الكبيرة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زروا الجرس على كل عشان يوصلوكو كل جديد مني ومستنية كومنتاتكو طبعا اللي بتفرحني هي هنا كانت عملت كده اه ده زي نظام اه هوا مفروض اصلا ان ده كان حامل بتاع تويلت بس هي غيرته طبعا انتشوفتوا لونه الاول كان عامل ازاي بس هي حاولت ان هي تغيره اهوا عملت له فكرة جديدة رشده باللون الدهبي وبعد كده حطت عاملت فيه زي نظام كوفي اه يعني حلوة جدا باللون البنك او بالالوان اللي هي بتحبها هي بتقول انا بعشق كتير كتير اللون البنك كمان هي سيدة اه يعني ام لي اه طفل صغير فبتقول بعشق جدا جدا اللون البنك وبتقول انا غيرت حاجات كتير كتير في بيتي وفي مطبخي وكل ده هتشوفو دلوقت هي هنا بتعمل معاكم فكرة حلوة جدا للمعالي وهنا كان في الاول خالص كان المطبخ بتاعها عاملها باللون الابيض والدهبي المعالي بتاعتها كان باللون الدهبي وعجبتني الفكرة بتاعت المعالي المعالي السيدة خالص ولكن جابت لها استرصات كده آآ فراشات صغيرة ولزقتها هنا بعد ما غيرته لللون البنك هنا بتقول انا جبت البرتمانات اللي انا بحط فيها الحاجة بتاعتي برتمانات عادية جدا برضو بقلل تكلفة اهو يعني ما كلفتش نفسها كتير فيها وبعد كده جابت الشمع وعملت فيه اشكال كده طبعا استنت عليه لما هو نشف خالص وبعد كده راشته باللون البنك زي ما انتو شايفين عايز اقول لكم القرورة الصغيرة اللي هي الكريستال اللي فوق البرتمانات دي عارفين المقابد بتاعة الغرف النوم او زي كده بالزبط ده بيكون في الاصل مقبض طب هجبي منين هجيبه من عند المحلات اللي هي بتاعة بتبيع المقابد بتاع غرف النوم والاطفال والحاجات دي كلها هتلاقيها موجودة قلونا انا عايز انا مقبض صغير كريستال عايز اقول لكم ان سعر المقبض ده بيكون تقريبا من حوالي من ستة جنيه لسبعة جنيه ونص في الحدود دي لو هو بالمصري هنا برضو عملت فكرة حلوة جدا برضو شامعة بينك بس فعملت بالكريستالات او بالمقابد بتاع غرف النوم طبعا زي ما انتم شوفتم الفيديو شو كان شارح نفسه لذقتهم في بعض وبعد كده حطت من فوق كريستال باللون البنك بتقدار يتخلي بيتك جنة وتعمل حاجات حلوة لبيتك بجد هتحسه بتغيير وتحسه بحاجات حلوة عايز اقول لكم كمان ان الايام الجاية دي ان شاء الله هحاول شوية ان انا اغير في شوية حاجات عندي في البيت في بيتي برضو انا بيتي زي زيكم كده بيتي بسيط جدا جدا وانا سيدة زيكم بسيطة جدا جدا حاجاتي برضو في بيتي بسيطة ولكن عايز اغير الحاجات الاحسن والافضل طبعا انتم هنا برضو شفتوا الفكرة بتاعت زي نظام كاسات كده اه وحطت عليها الشريط اللي هو السيلفر ده وجابت الفراش وويلة زيته عايز اقولوك على حاجة كمان كنت اتسألت على الشريط السيلفر ده اجيبه منين اه سوريا مش سيلفر البلون الدهبي الشريط البرونز اقصد الشريط البرونز مش السيلفر اه اجيبه منين اه وجاوبت قبل كده كثير ولكن في ناس كثيرة مش بتاخد بالها عجبتني برضو على فكرة الفكرة التانية اللي هي بتاعت الكريستال دوت اه والشمادانة بالكريستال فهرجع بقى للكلام اللي كنت بقوله اه تسألت عليها ده موجودة عارفة الناس اللي هما بيبيعهم الزراير والخيوط والحاجات دي هتتلاقيها عنده سعرها تقريبا تمانية جنيه او تمانية جنيه ونص مش اغلى من كده هنا بقى كانت بتعمل ده دولاب عندها الدولاب دوت اه كان طبعا انتو شفته كان معمول باللون الاحمر فحبت ان هي تغير باللون البنك طبعا هي اديته زي ما انتو شايفين الاول طبقة كده خفيفة وبعد كده زودته مرة واثنين وثلاثة بعد كده حطت فيه الاكسسورات بتاعتها وشوية حاجات من حاجاتها اللي هي مش بتستعملها على طول ولكن حبت برضو ان هي تحطها فوضلاب يكونوا باللون البنك وزي ما انتو شفتوا الحاجات اللي فيها باللون البنك هنا تعمل معاكم فكرة حلوة جدا جدا والفكرة يديها هكون فكرة للمنازيل بتاعت الصفرة من كرتونة عادية طب هجيبي الكرتونة بديه منين عارفين انتو عارفين اللي هو الحامل بتاع المنازيل عارفين المنازيل بتاعت المطبخ مش بيكون فيها كرتونة كده مدورة صغيرة بعد ما المنازيل بتخلص بنرميها بتقدري تعملي كده برضو زيها وتحط لها الاكسسور اللي هو اللي انت شايفاه حطيته دي وحطت كمان عليه وردة حاجة تانية كمان ممكن تعمليه بنفس برضو العلبة اللي انا بقول لكم عليها بتاعت المنازيل دي ولكن تحطوا عليها كيرستالاية برضو هتدوكوا شكل حلو جدا لو انت بقى عروسة ممكن تعملي شوية حاجات من ذي الوان واشكال على ما تحبي وبجده تديكي شكل حلو جدا بدل بقى ما تروحي تشتري من بره طبعا انتو عارفين ان الحاجات اللي هي بتاعت المنازيل دي بتكون غالية جدا وفي نفس الوقت بتديكي منظر جمالي او شكل جمالي حلو جدا جدا للحاجة اللي عندك شوفوا بقى حطت المنزيل فيها ازاي بقى لونه حلو عايزة لكم الكيرستال اللي هي حطته لونه مقارب للطبقة اللي هي حطته فانتو تقدروا تعملوا كده للطباق بتاعت السفرة بتاعتك تقدر انك انت تجيبي الوانات انت حباها وتعمليه فكرة برضو عارفين اللي هو الحوض استغنون ده ده اسمه حوض او اسمه شمعدانة صغيرة جابتها وحطت عليها الفكرة بتاعت الكيرستال البينك دي وحطت فيها الشموع باقت شمعدانة حلوة جدا 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 عايزة اقول لكم مش بتحب البينك تقداري تعمليها انت كمان باي لون انت تحبيه او تفضليه كيس الكيرستال ده يا جماعة بيتباع برضو ب 12 جنيه ونص او تقريبا ب 15 جنيه انا لما انا انا بقول لكم اسعار يعني ايه انا لما جيت اتجاوز والله العظيم زي ما بقول لك انا بتكلم معاكو انتو اخواتي وحيات ربنا يعلم ربنا انا بحبكو قدقيه كل كلمة بقولها لكم بقولها لكم بصدق اياما جيت اتجاوز انا طبعا اتجاوزها بقالي 8 سنين فمن 8 سنين كان كيس الكيرستال ده كنت جايبا ايه كان في منه اللي هو الابيض ده كان في منه الملون وفي منه السادة اللي هو تجيبي بقى الابيض البينك التركواز اي لون انت تفضلي اكسم بالله العظيم يا جماعة كنت جايباب 3 جنيه ونص وحيات ربنا تقول لي انت بتتحكي علينا والله العظيم ما كنت بتتحكي عليك ولا حاجة كنت جايباب 3 جنيه ونص حاليا بقى دلوقتي الكيس تقريبا بقى ب15 جنيه بقى ب12 جنيه في الحدود دي لانه هو عندي فبصراحة ما سألتش عليه من زمان يعني هي هنا برضو عملت فكرة شموع تانية تقدر تعمل الشموع دي وتحطيها في غرفة النوم عندك او على صفرة او على كنصول زي ما هي حطا او على بوفي هيخلي لك الشكل تحفة تحفة طبعا هي كانت غيرت هنا شوية تغيرات او شوية تجديدات عملت مكتبة تانية كده صغيرة وحطت عليها برضو المكنة بتاعة القهوة وشوية حاجات كده باللون البينك عشان زي ما قلت لكم هي بتاعشها اللون البينك بطريقة يعني زي ما انت شايفين فيديو طبعا انت شارح نفسه او في ناس بتقول عليه اللون ده بتقول عليه اللون الوردي فزي بقى ما تحبي ولكن انا جبت لكم يعني شوية افكار وانت تقدري بقى تابداعي في بيتك وتقدري تعملي حاجات حلوة في بيتك طبعا يحطى طبلغات ويحطى شوية حاجات حلوين عايز اقول لكم ان هي جايبالكو شوزات ليها وجايبالكو شوية حاجات ليها برضو حلوة هي هنا ده شكل الصفرة بتاعتها الصفرة بتاعتها لونها سيلفر دخلت فيها اللون البينك او اللون الوردي مع السيلفر عمله كده ماتشنج حلوة جدا حسيت برضو ان الالوان هادية وطبعا النجافة بتاعتها عجبتني يا كريستال بس ما شاء الله النجافة بتاعتها عجبتني جدا 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 بميل برضو للكريستال ده ابنها ربنا يخلى لها يا ربي باركلافي عملت برضو في غرفة النوم عندها ده بقى تغيير اللي كان في غرفة النوم عملت كده برضو جابت الكوشن دخلت فيه اللون السيلفر ودخلت فيه كمان اللون البينك او الوردي بالشكل الحلو هو الجميل ده اه طبعا الملاية اه فتحة وبعد كده اه طبعا بتحط بقى الوان كوشن عايز اقول لكم ان ده كان تغيير قبل ما قبل ما تغير القوضة بتاعتها مش عارف يا كاد جايبها للشوزات دي وحطها كده على اللي ما صالح نبي بارك فيه اه حطها على التسريحة فكانت بتورهولكم شكله ايه طبعا ده شكل الشنط وجايبة الاكسسوارات بتاعت الشنط كانت حطة يعني الاكسسوارات فكانت بتقول على كل شنطة بلبس اه شكل الاكسسوار اللي بيليق على الشنطة هنا ده شكل الليفنج بتاعها او اه غرفة المعيشة بتاعتها وحطة فيها الرف ده وحطة فيها دكورات بسيطة جدا هي برضو باللون الابيض ولكن بتجمع برضو باللون البنك ولكن بحاجات بسيطة جدا هادية وانا بحب كده يعني بحب الدنيا تكون ريئة كده ويكون فيها الالوانات مش كتير خالص لان بيدي بتحسي بمزاق كده للحاجة والوانات حلوة كده بترتاحي نفسيا فيها بصراحة بس كده يا حباب قلبي ده كان الفيديو بتاع النهاردة ويارب يكون الفيديو عجبكو اكون خفيفة عليكو اشوفكو الفيديو الجاي بتنسوش تحطوا لايكات كتير 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 لو انت وصلت الحبات هنا من الفيديو اسبكو في رعاية الله وحفظه ومع السلامة اشتركوا في القناة